متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي افضل حال النهاردة ان شاء الله حكلمكم عن موقع من مواقع المميزة جدا في عمل دبلجة للفيديوهات بشكل احترافي خصوصا لو انت فكرت ان انت تعمل محتوى موجه لجمهور غير ناطق بالعربية في الحالة دي كله عليك ان انت حتسجل فيديو بتاعك عادي جدا بلغة العربية وبعدك هتستخدم هذا الموقع في دبلجة الفيديو بتاعك للغة اللي انت عايزها وتوجهه لجمهور اللي ناطق بهذه اللغة يلا بينا نبص على موقع vmac.ai هحط لكم الرابط في الوصفة اسفل الفيديو هذا الموقع فيه ادوات كتيرة اكتر اداة انا بشوفها بالنسبة لي انا مميزة هي اداة دبلجة الفيديو اول حاجة انت حتروح على get started علشان تبتدي ان انت تعمل sign up في الموقع وبعدكده هنخش على الموقع عشان نبص على الادوات المختلفة في هذا الموقع لو رحنا على all tools هنلاقي الفيديو ترانسليتر وده زي ما قلت لكم من اكتر الادوات المهمة جدا من وجهة نظري لصانع المحتوى اللي عايز يستهدف جمهور غير ناطق باللغة بتاعته ايضا الاوديو ترانسليتر ومن اسمه كده هو ترجمة ولكن هنا خاصة بالصوت او الاوديو وعندك ايضا الجزء المتعلق بالترانسكريبشن او التفريغ الصوتي وعندك text to speech ومن الاسم كده هو توليد الصوت من النص وعندك subtitle translator مترجم للسبتايتل تعالي بقى قبل ما نروح نجرب فيديو ترانسليتر حابة ان انا اوريك نفس الشخص اللي هو انا اللي بناطق باللغة العربية وهو بيتكلم لغة اخرى زي اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية من غير مسجل بهذه اللغات فقط من خلال الدبلجة يعني دبلجة الفيديو بتاعي الناطق بالعربية الى الفرنسية والانجليزية وحب طبعا اسمع رأيكم في التعليقات متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير و بسحة و بسلام اليوم انشاء الله الى الفيديو هو تكمل الى الفيديو من قبل اشتركوا في القناة كل يوم على القناة لكي اشتركوا في القناة every day a new website needs to be upon you and allah's mercy and blessings and i hope you're all doing well healthy and safe today انشاء الله this video is a follow up to a previous one though honestly it's not really a follow up ثم شفتم في دبلجة للانجليزية والفرنسية للفيديو الاصلي اللي انا عرضته لكم في البداية وفي حاجة مهمة جدا اعتقد ان البعض ممكن يكون لاحظها وهي مزامنة الشفاه مع يعني هنا الدبلجة مش مجرد ان هي عبارة عن translation او ترجمة والشخص بيبان ان هو بيتكلم باللغة بتاعته ولكن ايضا انت ممكن تعمل مزامنة كأنك انت فعلا اللي بتتكلم بالأكسنت بتاعتك اللغة اللي انت طالب ان انت تعمل ترجمة الفيديو اليها ودي حتة مهمة جدا تعالي بقى مع بعض نشوف الطريقة ازاي عملت هذه الدبلجة اولا انا حبتدي اروح لكريات ناو من فيديو ترانسليتر موجود هنا وموجود هنا زي ما انت عايز وهنا طبعا recent tasks بيبانى عندك الفيديوهات اللي انت عملتها او انتكتها او دبلجتها وهنا بيبانى عندك الفيتشارد تولز الاخرى زي الاوديو ترانسليتر والسبتايتل ترانسليتر والتكستو سبيتش فانا هنا هروح ادوس على فيديو ترانسليتر كريات نيو عشان اقوم بعمل الدبلجة حبتدي هنا ارفع الفيديو بتاعي وهنا بيقولك الفورمات اللي بيدعمها هذا الموقع وعندك لحد 2 جيجا بايت بالنسبة لي الحجم وهنا حبتدي ان انا ارفع upload media فهنا حرفع الفيديو بتاعي بيبتدي يترفعه زي ما انتو شايفين هنا طبعا بينصحك بيقولك استخدم clear speech و avoid background noise ان ما بقاش في اي دوشة في الخلفية علشان تحصل على نتيجة افضل في عملية الدبلجة هنا الحجم بتاعه 27.54 ميجا بايت بيباني الحجم بتاع الفيديو المرفوع وهنا مدته 37 ثانية ولكن طبعا هو البرنامج بيدعم اكتر من كده يعني لحد تقريبا ساعة ولكن خد بالك كل ده استهلاك من الكريدس بتاعتك حكلم دلوقتي في موضوع الكريدس لكن خلينا هنا نطبق بشكل عملي هنا حبتدي ان انا اختار الوريجينال لانجوج اما تكون auto detect هو من نفسه يحدد نوع اللغة اما هختارها طبعا اللي هتكون ايجبت ارابيك ايجبت فاختار ارابيك ايجبت وممكن كمان ترفع الاس ار تي الملف الخاص بالنص وهنا translate into انت عايز تدرجمها لايه احنا جربنا مع بعض الفرنسية وجربنا مع بعض الانجليزية تعالا نجرب مع بعض لغة اخرى ولتكن اللغة الاسبانية وهنا number of speakers auto detect هو يعمل detect ولا انت تحدد له انا هحدد له هو شخص واحد اللي هو انا بتكلم فيه الفيديو طبعا بعض الناس هتقول لي هو انا مش ممكن ان انا اعمل translate لاكتر من لغة يعني الاوديو يتدبلج للاسبانية ويتدبلج الايطالية ويتدبلج مثلا لليابانية ممكن تعمل الكلام ده بس خد بالك انت كل ما بتزود كل ما ده بياخد من الكريديس بتاعك هنا بالنسبة لي اختيار هننزل هنا على السهم اللي هو drop down list هتدي افتح معايا هنا هلاقي عندي clone your video voices استنساخ الصوت بتاعك وفي clone your video voices استنساخ ولكن بالاكسنت الاولاني ده بالفلونسي وعندك حاجة اسمها match system voices يعني we match system voices to your translated videos هاو ما حيماتشوا الصوت مع الفيديو وmanuali select voices ودي انت هتختار من library او المكتبة بتاعة الموقع انا طبعا بفضل لانا اختار clone your video voices with accent ليه لان انا عايز احافظ على الاكسنت بتاعتي العربية عايز ان انت تتحدث ك native speaker ولكن بصوتك اختاره ولكن انا بفضل دايما في performance في الاداء ان هو يكون clone your video voices with accent بالاكسنت بتاعي مفيش مشكلة مش عايزة بقى native يعني وبعد كده هبتدي ان انا اقول له submit وهنا بيقولك انت هتستهلك قد انت هتستهلك 60 credits ونيجي بقى للحتة اللي انتو يعني اكيد عايزين تعرفوها هل فيه free credits قدر استخدمها فيه free credits تقدر انك انت تستخدمها لو رحت ال upgrade plan هتلاقي عندك free plan طبعا free plan محدودة انت بتنتج free tasks video 3 فيديوهات في الشهر بيقولك هو free tasks per month video او audio translation وبالنسبة للفيديو والaudio 3 دقايق فقط مش هتقدر تنتج اكتر من 3 دقايق لان كل دقيقة بتستهلك 60 credits فلو انت عندك فيديو دقيقة مثلا فيديو شورت دقيقة free video shorts كل واحد يوم دقيقة تقدر تعمل 3 تدابلج 3 فيديوهات دول لكن اكتر من 3 دقايق مش هيكفي معاك credits اما بالنسبة لو عايز تستخدمه في subtitle translation فحيستهلك معاك 180 نقطة دول حيستهلكه 18 دقيقة 9 minutes per day بالنسبة للترانسكريبشن او التفريغ الصوتي خلينا احنا هنا مركزين على الفيديو اوديو translation اكتر فبالتالي انت هتحتاج يعني هم 180 credits دول لانتاج 3 فيديوهات كل فيديو دقيقة او فيديو 3 دقيقة فالحتة دي مهمة جدا طب عجبتك النتيجة وعجبك الدبلاجة وحابب ان انت ترقي الحساب المدفوع بس اهم حاجة يكون عجبك انا بركز اوي على النقطة دي ولقيت ان انت مناسب وحتستفيد به لما بترقي للحساب المدفوع فهو هنا عندهم البلانز عندهم تقدر انك انت هنا تحدد انت عايز ايه هل انت هنا عايز 10800 credits per year ولا محتاج اكتر ولا محتاج اكتر هنا بيبالك في الشهر هيقف عليك بقد ايه وهنا بيبالك في السنة هيقف عليك قد ايه وطبعا هم عاملين خصم على الاشتراك السنوي اكتر من الشهري وبيقولك هنا البينيفيتس بوس بتلاقيه بتتغير مثلا يعني هنا ساي لو انت هتستهلك 900 credits per month اللي هو الاشتراك الشهري ده فبالتالي بيبان هنا كل الحاجات او المميزات اللي حتكون موجودة فيه فيه كمان اللي هو الانتربرايز بقى ده في حالة ايه الشغل الكبير اوي بيبقى تواصل بقى معاهم ده بالنسبة للسبسكريبشن عندهم حاجة اسمها بي از يونيد على حسب الاستخدام يعني هنا مش بتكون تحت بلان معينة انت هنا بتقول انت عايز تستخدم او تستهلك قد ايه فعلى حسب هنا الاستهلاك بيبان لك الكوست تحت زي ما انت شايف ده بالنسبة للاشتراك زي ما قلتلك الخطة المجانية بتتحلك طبعا انت تجربه 3 دقيقة زي ما اتكلمنا وبتقرر اذا كنت هتكمل معاهم ولا لا من خلال النتيجة اللي انت هتحصل عليها وبعد كده خلاص انا هنا كلمتوكو على الجزء المتعلق بالكريدس بعد كده خلاص انا يعني خلصت اخترت كلون يور فيديو وهنا حبتدي انزل الدروب داون ليس تانا عشان اختار الفولدر لو انا عايزة احط الفيديو فولدر معين حبتدي اعمل كريات فولدر او اخليه تاسكس ده اللي هو الديفولت بتاعي هنا ممكن هنا ترفع الكواليتي الاعلى حاجة عشان او عشان الدقة وبعد كده حبتدي ادوس على سمت وحنشوف دلوقتي مع بعض النتيجة بعد ما حبتدي ان انا اقول له كونفيرم هنا بيأكد علي ان انا حستهلك ستين كريدت للدقيقة حقول له كونفيرم وهيبتدي عملية الدبلاجة وهرجع لكم بعد ما يخلص تم الانتهاء من الفيديو من عملية الدبلاجة نقدر ان احنا نسمعها وعايزك هنا وحنشوف دلوقتي مع بعض حنعمل ايه علشان عايزك تلاحظ الفرق اللي جاي عملو دونلود وسمعك الفيديو او خطي بيألك حتلاقي النتيجة حلوة من ناحية الدبلاجة ولكن في حتا مهمة جدا لو انت اتصرقت على الفيديوهات أو شفت الفيديوهات اللي انا كنت عاملة فيها دبلاجة للفرنسية والانجليزية حتلاقي ان فيه مزامنة للشفاء طب انا دلوقتي مش عايزة موضوع يكون مجرد دبلاجة عادية احنا عايزين الموضوع في دبلاجة وفيه كمان لبسينك او مزامنة للشفاء ففي الحالة دي حبتدي ادوس على ايدت فيديو وهنا كمان ممكن انا اعمل ايه ممكن انا اعمل ايدت على اي جملة انا عايزاها واعمل عشان التغيير يتم والحاجة بقى المهمة جدا من وجهة نظري هي الليب سينك او مزامنة الشفاء مزامنة الشفاء لو انت دست عليها حيبتدي يزامن حركة الشفاء مع الدبلاجة وده اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض قبل بس منعدي هذه المرحلة برضو كنت حابة ان انا اقول ممكن انا تدوس على علامة الاوديو وتعمل ترفع مثلا الصوت شوية ممكن تدوس على الثلاث نقط هنا مثلا تقول له ديليت لو في جزء انت عايز تعمله ديليت في الفيديو جملة انت يعني قلتها مش عايز تكون موجودة هنا كمان اد سبتايتلز لو انت عايز تضيف سبتايتلز تبتدي ان انت تضيف سبتايتلز المرة دي احنا هنضيف مع بعض سبتايتلز وليكن ده وهعمل سلكت وبعد كده هختار لبسينك هنا بيقولك بيقولك المفروض يكون الفيديو الشخص في ظاهر شكله عامل ازاي وكمان الفيديو سايز وحبتدي ادوس هنا بيقول احنا هنستهلك 30 نقطة طالما انت هتعملي مزامنة لحركة شفاء مع الكلام اللي بيتقال حبتدي اقول confirm وحننتظر لحد ما يخلص ونشوف الفيديو بتاعنا a todos mis seguidores en el canal cada día un sitio nuevo la paz la misericordia y las bendiciones de dios sean con vosotros y ojalá que hoy estéis bien con salud y en paz si dios quiere el video es una continuación de uno anterior aunque en realidad no es una continuación la verdad دي كانت النتيجة اللي انتو شفتوها دلواتي مزامنة الحركة بتاعت الشفاء مع الكلام اللي بيتقال ويضا زي ما احنا شايفين السبتايتلز موجود على الفيديو باللغة الاسبانية ده بالنسبة للجزء المتعلق بالفيديو وقلنا ايضا من الادوات الاخرى الموجودة عندنا اداة ال و هنا بدل ما بترفع فيديو بترفع و بتمشي بنفس الطريقة ايضا التفريغ الصوتي اللي هو تحويل النص الى صوت بتروح تختار هنا اللغة بتاعتك بتختار عندك مكتبة من هذه المكتبة على حسب طبعا اللغة و هنا ايضا السبيد او السرعة و ممكن كمان تقاد voice clone تقاد الصوت بتاعك ترفع ملف بصوتك و تختار طبعا اللغة بتاعت الملف و تعمل فيعمل استنساخ لصوتك حيبتدي هنا اللغة اختار انت اللغة العربية و مثلا هنا اللغة الانجليزية وبعد كده بتبتدي كمان تحط السبتايتلز اللي هي هتكون باللغة الانجليزية وتعمل بيبتدي ان هو يولد لك فيديو بالسبتايتلز الجديدة اللي هي اللغة الانجليزية انا حبيت تركز يمكن على اكتر حاجة مهمة وهي الفيديو ترانسليتور بالنسبة لي منشئ المحتوى واتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة هحطلك الرابط في الوصف اسفل الفيديو الخاص بالموقع اشوفكم فيديو قادم باذن الله على قناة كل يوم موقع جديد وزي بقول لكم في نهاية كل فيديو لو كنتم من متابعين الاعزاء متنساش لايك وشير وكومنت لو كنت بتشوفنا الاول مرة متنساش تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصل بكل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته